اهلا بحضراتكم معانا مرة تانية بشرف يكون ضيفي في هذه الفقرة الحوارية هو الاقتصادي البارز ومستشار وزير المالية الأسبق الأستاذ مصباح قطب مساء الخير يا فندم مساء المستشار صدل أنا معددك احنا ما كناش سمعينك أهلا بحضرتك معانا يا أهلا وسهلا سيدي يعني الاستقالة المفاجئة لطارق عامر أفتكر كان لسه قدامه أكتر من سنة يعني تصور حضرتك لهذه الخطوة وتعينه مستشار للرئيس وما يمكن أن تؤثر به إجابا أو سلبا على أداء البنك المركزي في مصر الخطوة أولا بتأكد للمجتمع كله أهمية مثل هذه المؤسسة يعني بدلين أنه خبر زي ده كان محل اهتمام المصريين جميعا تقريبا وطبعا دوائر إقليمية وخارجية متعددة اقتصادية وغير اقتصادية والنقطة التانية بتأكد أيضا أهمية يعني رئيس أو محافظ البنك لأنه ده منصب مهم جدا وبيترتب على ما يتبنى من أفكار ومعتقدات قدر واضح من التغيير في توجهات البنك المركزي صحيح فيه طبعا البنك من ناحية الإدارية والمالية فيه مجلس إدارة ومن ناحية السياسة النادية فيه لجنة السياسة النادية اللي مثلا هتكتمع يعني مفروض أنها تكتمع بكرة وتقارر ما تراه في شأن سعر الفيضة الحاجة الثالثة الحقيقة أنه الخبر يعني مدهش فعلا من زاوية أنه يمكن أنا سواء بقى كان صدفة ولا غير صدفة من حوالي أربعة أيام توقعت أن المحافظ يستقيل مش حقول يعني أنها شطارة صحفية لكن هذا ما جرى يعني فطبعا وبعد شوية حتى أنا رفعت مثل هذا البوست تقديرا لحساسية الموضوع مع أنه كنت واسق في المصدر يعني لكن ها هي القصة تتحقق بعد أن تم التعديل الوزاعي وعمل جلسة طريقة للبرلمان فجايف توقيت يعني غيب شوية لكن في كل الحالات حضركم تسألني هل إجابا أو سلبا أنا في تقديري أنه الاستقالة دي جزء منها متعلق فعلا بطريقة التفكير في التعامل مع صندوق الناد الدولي والمفروضات الجارية نستطيع أن نخمن مما جرى في الأيام الماضية حيث أعلن وزير المالية ذات مرة أننا اكتشفنا أننا كنا غلطانين جدا لما شجعنا الأموال الساخنة بالرفع المستمر للسعر الفايدة بحيث يعني كسبوا مكسب ضخمة جدا في الفترة الماضية منذ التعويم وانسحبوا فجأة مما أصل على سعر الصرف يعني ما يدل على أنه مثل هذه الأموال يعني مش مضمونة زي ما بيقولوا ولا يجب التعويل عليها لتحقيق استقرار في سعر الصرف لم يعلق السيد المحافظ لكن يبدو كما استنتر يكاسرون أنه يتبنى وجهة نظر مختلفة لهذا يعني بعض ركالات الأنباء بتقول من شوية أنه ده سترتب عليه أول ما يترتب أنه بكرة حيبى فيه تثبيت لسعر الفايدة وليس رفع لسعر الفايدة ده يمكن أهم نتيجة مباشرة وحن الماسة يعني بمعنى يعني لو كان طارق عمر استمر كان حيحصل ارتفاع في الفايدة في الاجتماع بتاع بكرة طب وإيه السبب؟ في أن البورصة تربح 9.3% عقب قبول استقالة طارق عمر هو ده سؤال صعب شوية لأنه يعني زي إذا قلت يعني كاني أخشى شوية للواحد بيتحسب يعني في كلامه أنه يقول أنه يعني إيه هناك قدر من الابتياح في مجتمع الأعمال لهذه الاستقالة بغض النظر إحنا موفقين على ده ولا لا بس هذا هو المشاهد وعكس نفسه اليوم طبعا زي ما حضرتك أشرت في موضوع البورصة وقد يعكس نفسه أكثر في الأيام المقبلة لأنه مجتمع الأعمال وبصفة خاصة الصناع والمستويدين والتجار عانوا بشدة الحية في الأيام الماضية لكن برضو في هذه النقطة تقتضي الأمان القول أنه ليس يعني كل القيود التي وضعها السيطرة العامة على عملية الاستيراد من أجل تحجيم الطلب على النهد الأجنبي ممعاتة للظروف الحالية مش كلها حتى يتم وفعها بمجاورة تغيير المحافظ قد تقتضي عوامل موضوعية استمرار نوع من القيود لكن حتى تتم ممثلتها بطريقة الحقيقة يعني فيها نوع من السلاسة والممونة وبعد تتشاور مع مجتمع الأعمال للوصول إلى أفضل صيرة للحد من الوائدات في هذه المحل طيب يعني طريق عمر نفسه قال أنه هو طلب الاعتذار عن منصبه لإيتيحة الفرصة لآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة بقيادة الرئيس يعني أنا عايز أسأل حضرتك عن تقييمك لهذا القول قد يكون تجميلا لكن يعني تقييمك وتوقعك لمين اللي ممكن يمسك هذا المنصب الخطير اللي حضرتك بدأت بالتفضل بالحديث عن أنه مصر كلها اهتمت وتبعت وأكيد هتبقى منتظرة من هو محافظ البنك المركزي القاد هو لما يعني قام السيد نائب المحافظ بنفي خبر الاستقالة وردت فيه كلمة كانت غيبة شوية أنه نسب إلى من اسمهم الطامعين وكذا كذا كذا هم اللي وراء إطلاق من هذه الشعاعات وكذا يعني ثم يعني بقول السيد المحافظ أنه أراد أن يتيح فرصة للآخرين هي عبارة يعني فيها قدر من الغرابة يعني قد لا يكون من شأنه لا نص قانون البنك المركزي ولا نص الدستور في المواد المتعلقة بالهيئات الرقابية من البنك المركزي على أنه من حق المحافظ أن يترك مكانه حتى يتيح فرصة للآخرين فهي عبارة غريبة لكن قد تدول زي ما حدثا قلت على أنه يعني يستشعر قدر من الحرج في هذه اللحظات فقال كده أما يعني من ناحية التوقع بمن سيأتي برضو أنا يعني بفضل رغم أن أنا عايف أنه في أسماء مطروحة أو طرحت بقوة هذا اليوم وخليني حتى نقول بصراحة يعني كان أبرز الأسماء اللي تقالت يعني الأستاذ حسن عبدالله اللي كان رئيس يعني البنك العربي اللي في بحي الدولي وقيل من قبل يمكن السيدة وزيرة التخطيط وقيل أيضا أنه يعني الأستاذ كمال نجم نائب المحافظ وقيل شاب عز العرب وقيل كذا أنا بصراحة يعني رغم كل الأسماء التي قيلت ولا أحترامها أميل إلى التفكير بشكل منهج شوي هو إحنا عايزين إيه في الوقت اللي جاي إذا كنا بنقول إن إحنا مش هنعامل سعر الفايدة معناه إنك إنت أولا عايز تحافظ على قادر من التوازن في السياسة المالية ما تزيدش العبق عليها وإنك إنت برضو عايز تتيح قادر من الفرصة للإستثمار الخاص خاصة أنه إنت عامل وثيقة ملكية الدولة وبتقول إنه فيه دور أكبر للخطاع الخاص فعدم مرفع سعر الفايدة بيشجع يعني القطاع الخاص يعني إيه بشكل ما أو شكل معقول لأنه برضو سعر الفايدة من العوامل المؤسرة على قرار الإستثمار عايز تشجع القطاع الخاص والحاجة الثالثة الحقيقة أنك إنت عايز تحدث قادر من الحركة في الأسواق تفادياً لبطالة واسعة قد يتسبب عاماً حتى مشاكل اجتماعية نتيجة إنه أنشطة كتير أغلاقت أو كانت بصدر أن تغلق لطول فترة وقف الاستيراد طيب فحتى بحس من هو الذي يستطيع القيام بتلك المهام عندك نوعين من الناس عادة محافظ البنك المركزي زي ما بتشوف في مصر وفي العالم هو رجل دولة يعني رجل له مهابة عنده قدر من الغموض ليس كثير الحديث الناس كلها بتتذكر ما قالوا يعني ذات مرة السيد علي نجم الله يرحمه حين كان محافظاً لما طلبوا رئيس الوزراء قالوا يعني هل تسمح لي أجل حضرتك أو تجيني عشان نتناقش في عمر هام فقالوا لا يا سيادة رئيس الوزراء بصراحة لا تجيلي ولا جيلك لأنه إذا شهد محافظ البنك المركزي مع رئيس الحكومة فالناس قد تفقد الثقة في معنى استقلالية البنك المركزي فاصل يقول ممكن يبقى رجل دولة بالمعنى التقليدي الذي جرى عليه الأمر في اختيار المحافظين أو تختار رجل المهمة محددة في هذه المرحلة طبعاً برضو لازم فيه الحد الأدنى من سمات رجل الدولة لكن يبقى أقرب السوق من غيره وعلى هذين المصارين سيتم الاختيار يعني أظن الأسامل التي قيلت فيها سيدات ورجال ينفعوا رجل الدولة هذا وفيها برضو سيدات ورجال يصلحوا لرجل الدولة الذي يميل إلى الأسواق ومحاولة تمشطها يعني الأسماء اللي طرحت وقرأناها وحضرتك تفضلت بذكرها أو بعضها يعني منطقية الترح بس فيما يخص دكتور هلا السعيد بالتحديد الحقيقة أتصور أنه مازال أمامها مهام أبعد من مجرد التركيز في السياسة المصرفية والإجراءات البنكية والحكاية دي فيما يخص الإصلاح الإداري والهيكلي لأداء الجهاز الحكومي كله أحب أعرف تعليقك برضو يعني مش عايز أتوقع يعني يمكن أنا سئلت مرة من حوالي سنة قبل ما يتم التجديد يمكن يعني اسمح لأولي فكاة دي لا أعتقد أنها تسيق إلى أحب لكن هذا ما جرى يعني أنه قبل ما يتم التجديد للأستاذ طريق عامر يعني حد صديق بيسألني وقال لي من غير ما تقول لي ليه يعني هل تعتقد أن الدكتور هلا السعيد مثلا تصلح محافظ البنك المركزي قالت له والله يتصلح ولا تصلح يعني بمعنى برضو يتوقف الأمر على عدة عوامل المحافظ مهم جدا أنه يبقى عنده مهمتين أساسيتين هي طبعا مهمة إدارة السياسة النقدية من سعر الفايدة وسعر الصرف والسيولة وجزء تاني مهم جدا في مصر اللي هو الرقابة والإشرف على البنوك والبنوك يعني في كل العالم مؤسسات صعبة الميراث عايزة واحد يعني يعني حلق قوي الشاكيمة شوية فقلت إذا كانت الدكتور هلا السعيد مثلا تبقى محافظ لازم يعني نائب المحافظ هو ذاكر رجل القوي الشاكيمة مثلا يعني وقد يرأى خرون أنه لا إحنا محتاجين حد بمواصفات ما الصرف هي مش اقتصادي هي اقتصادية وبعده هذا أيضا له منطقه يعني فقصد أقول أنا يعني لا أميل إلى يسمي بعينه ولا يجب علي أن أميل إلى يسمي بعينه لكن أنا بعتقد أن من المهم أن يكون المحافظ يعني يعني يعيد الهدوء إلى الأسواق لأنه وأنا ظن أنه ده كان أحد من حركات عملية التغيير المحافظ في الفترة اللي فاتي دي كان محل جدل شديد وظن أنه الدولة في مصر لما حد بيوقع بيبقى موجود في هذه الدائرة بتفضل أنها تغيير يعني طيب يعني طبعا كلام حضرتك مهم جدا وأعتقد برضو الطرح اللي إحنا قدمناه مهم لأنه مسألة الإصلاح الإداري أبعد من مجرد ويمكن لما حصل تغيير وزاري مش المرة دي المرة اللي فاتت كمان وكان ما تروح حتى اسم الدكتورة هالة على أنها تبقى رئيسة مجلس الوزراء يعني إحنا برضو بتوضع توقعنا أنه لا مش دلوقتي لأنه لابد أن يستقر الأمر كما استقر الأمر لدكتور مصطفى مدبولي في وزارة الإسكان علشان يقدر أنه هو يركز كرئيس مجلس الوزراء ويترك هذه الوزارة مثلا لدكتور عاصم الجزار بدليل أن نحتفظ بهذه الوزارة فترة لكن عايز أسألك عن الأداء الاقتصادي الأداء الاقتصادي أعتقد أعتقد أو كان يجب أن يكون هو الدفع الرئيسي لهذا التغيير الوزاري المحدود اللي شهدناه من 4-5 أيام هل تعتقد بإنعكاس هذا القرار على الأداء الاقتصادي سلبا أم إجابا وليه؟ وإحنا ما عندناش خيار على فكرة هو من المهم جدا أن ينعكس على الأداء الاقتصادي الاجتماعي لأنه بالتأكيد تدرك الدولة أن هناك معاناة شديدة للمواطنين التدخم نزال مرتفع يعني فيه قدر راضح من التباطئ في الأسواق كلنا بدنا المسوا على المستوى الشخصي طبعا مصر بلد كسيف السكان يعني فيه جمهور كبير جدا يكفي أن احنا حوالي يعني قرابة الثمانين مليون واحد بيأكلوا من البطاقات يعني بيعتمدوا بشكل كبير على بطاقات التموين أو على تكافل وكرامة أو على الدعم الريف الخمس وده له مدلوله أن ده مجتمع ذو طبيعة خاصة لم يصل بعد إلى أنه يبقى حتى نبقى من الدول صحيح أن مصنفين يعني من الدول ذات الدخل المتوسط منخفض لسه بدأ على ما نطلع حتى لدولة الدخل المتوسط فاصل دول ده إحنا ما عندناش مفرم من أنه يبقى فيه الحفاظ على قوة دفع للنمو الاقتصادي ذات الطبيعة المختلفة أنا بركز على القضية دي يمكن نسمح لي هنا الصديق الأستاذ الكبير الدكتور علي الغتيت كان بيكلمني من أيامه بيقول لي يعني ألا يلفت النظر أن احنا من سنة التسعين تقريبا يعني نهيك عن مرات قبل كده تعملنا فيها مع البنك وسندوق النادي الدول من سنة التسعين للآن بنعمل إصلاح الاقتصادي مع البنك والسندوق ولم ينصالح الاقتصاد ألا يدل هذا على أنه فيه حاجة غلط يأما في اختيارنا ليهم أو فيه أداءهم وقدرتهم على الإصلاح أو عدم الإصلاح أو فينا احنا الاتنين الحقيقة وبالتالي أنا بقول لي يجب أن يكون هناك نمط مختلف من النمو الاقتصادي يعني تمت بشكل أساسي على قطاعات الاقتصادي الحقيقي اللي هي طبعا الزراعة والصناعة والخدمات عالية القيمة طبعا هي جزء مهم من الاقتصادي الحقيقي اللي تستطيع أن تصدرها وتحسن الميزان النقد الأجنبي للبلاد ويمكن ده بيقرب وجهتين نظر الناس اللي بتقول سيبكو من صندوق النقد والباك الدولي ده بيبقى ليه طلبات صعبة على الشعب وما بين وجهة النظر الأخرى اللي بتقول لا ده احنا مؤسسين ولينا حصة ومن حقنا استمرار هذه البرامج لكن كيف تستمر هو ده السؤال زي ما حضرتك تفضل طب خلينا أسألك عن أحد الاقتصاديين كان معي على التليفون من أسبوعين أو أكتر وقال لي أن دلوقتي أصبح الحصول على النقد الأجنبي سهل جدا والمستثمرين والمستوردين قلت له يا فندم أنا كنت قاعد مع أحد كبار موظف كبير في بنك حكومي وقال لأنا مش عارف أعمل إيه لأنه الاعتمادات المستندية بياخدوا دوره مش قبل ستة شهر لما بيردوا عليهم فالموضوع ليس بهذه السؤالة وحضرتك أكدت الكلام ده لما قلت إنه كان فيه تعقيدات أو بيروقراطية زي إيه ده بحيث إن أنا أقلل الفلوس من النقد الأجنبي اللي أنا بطلعها كبلد من عجل هذا الاستيراد أو ذاك إيه بقى التصور في الفترة القادمة وحضرتك قلت مش معنى طريق عامل مش إيه بقى معنى كده الدورارات هترف على المستوردين يعني لا طبعا صحية 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 يعني الفترة اللي جاية يعني يعني التغيير يعني برضو ده الطريقة استعرف إنها يعني شوية بتاعتنا بتاعت في اليسار كده تغيير النهج زي ما قلت هو الفيصل الحاكم زي ما اتقال إنه الدولة المصرية الآن لا تريد مرة أخرى العودة إلى اعتماد على هذا المسكن الخطير اللي اسمه أروس الأموال الساخنة وإنما تريد أن تكتزب أروس أموال حقيقية عبر الاستثمار الأجنبي والعرب المباشر فضلا عن تشجيع المستثمين في الداخل هذا على ناحية الاستثمار والنمو وعلى ناحية أخرى زي ما اعلن حتى من فترة فيه تفكير جاي فيه حزمة اجتماعية جيدة حتى يستطيع المواطنين يعني تفادي انعكاسات يعني قادر من الزيادات المحتملة في الأسعار في الفترة الجاية يمكن اتهال يعني كان فيه توقعات متبينة بشكل التدخم في الفترة الجاية لكن من ما يساعد على أنه على الأقل سيرتفع بوتيرة أهدة هو التحولات الجاية في موضوع أوكرانيا وقادر من التهديئة الذي سمح به أن سعر البتول بقى فيه قادر من التراجع وأيضا بأسعار الخمح والحبوب بقى فيها قادر من التجارة يعني إذا مشينا على المصارين الاقتصادي باستثمار قوي أجنبي وعربي ومصري ومن ناحية الاجتماعية بقى فيه طبعا مزيد من التشغيل وإعانات اجتماعية أو مساعدات أو حتى دعم مباشر أو غير مباشر للفئات غير قادرة هو ده ما يجب عمله يعني في المرحلة اللي جاية طيب أستاذ مصبح يعني الأموال السخنة دي ممكن نوضحها ببساطة أكتر لمشاهدين الغير المتخصصين هو أنت عارف الحاجة السخنة يعني إيه مش هتبرد بمعنى أنه هو جينا من سفر طويل جاي من بره عشان يشتري أزون الخزانة المصرية اللي كان بتدي عائد مرتفع جدا اللي لا يحلم بأنه يحصل عليه في بلده بس ما بتعودش معنا يعني وهي بنرى المشوار يعني بترجع تاني بتخرج بره أو سريعة الخروج عشان كده قاله عليها الأموال السخنة كان وصل تراكم الاستثمارات في إرزون الخزانة وجزء بسيط كده كان موجود في البورصة إلى نحو 30 مليار دولار حتى أول أو حتى يعني اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 30 مليار دولار دول بيخلوا المحافظ يعني عفوا إذا استخدموا التعبير ده شبه مخدر يعني مستريح لأنه فيه دولارات كتير في البلد لكن المشكلة الكبيرة جدا في روس الأموال السخنة إنها في لحظة واحدة ممكن تطلع وطلع قدر ضخم جدا فعلا من الأموال في يومين ما أدى إلى شعورنا بالأزمة والإجراءات بقى بتاع القيود على الاستيراد وهكذا فدي الأموال السخنة يعني إحنا عايزينها تيجي بشكل طبيعي هي فايدتها الحقيقة برضو الوحيدة هي زي ما بيقولوا هي زي فرق الاستطلاع للسوق لو فيه مستثمر عايز يكتشف بلد بيخشها الأول من هذا الطريق كأنه اللي أول بيعمل خبط على الباب ويرجع وبعدين يخبط مرة تانية أقوى وبعدين يرجع وبعدين لأيه أقول لك أدخل الأولى أدخل هذا البلد ليستسمي واستمر فيه يعني طيب كان فيه مشكلة يعني فيه مطالبات بإعادة النظر فيها برضو تخص المستوردين وهي ما يخص مستلزمات الإنتاج وأعتقد أن الرئيس نفسه تدخل في هذا الأمر بجملة كده يعني من حوالي ثلاثة أسابيع هل بتتوقع أنه يعني التغيير دوت ممكن يبقى البنك المركزي عنده حلول في القادم لتزليل عقبات عقبات الصناعة بالذات وهي القاطرة الحقيقية الحقيقة للتنمية في أي بلد عن طريق النظر في مشكلة مستلزمات الإنتاج دي طبعا حظل فيه زي ما اتفقنا قدر من الصعوبة لكن الفكرة كانت يعني مثلا قيلة لي من صديق يعني محاسب بيشتغل مع شركة بيترول عامة أنه يعني كانوا عايزين يجيبوا نوع من قطع الغيار فتقال لهم لا دي مش من مستلزمات الإنتاج يا سيدي يا السيدة الرئيس قال كذا كذا قال لك لا مستلزمات الإنتاج دي لي يا خامات لكن قطع غيار لا فقصده فعلا كان فيه قدر من التشدد الدار لكن حين يضع البنك المركزي قواعد يقول والله أنا طبعا السلع الأساسية الحية البنك المركزي حتى في الفضل الماضية لم يقصر فيها هذا شيء طبيعي لكن لما يقول أنا عندي أولويات هي كذا كذا كل ما لديه فرصة للتصدير وجلب عائد أجنبي وقيمة مضافة حقيقية أهلا وسهلا حدي له أولوية يا لي مش عارف كذا ويا لي كذا متأكد ده بيريح للناس يعني الناس في مصر مدركة أن فيه سمت أزمة العالم كله بيعاني منها بأشكال مختلفة وجوز كبير منها بما أننا بنستوى تقادر كبير من أكلنا وشربنا بيتنقل إلينا الناس عارفة كويس أن فيه أزمة وعارفة كويس أن فيه مشكلة واتقالي أنها على استعداد لقدر من التجاوب مع إجراءات صعبة لكن بقى فيه مصداقية وثقة وتشاور ويبقى فيه الناس حاسة أنه فيه مجهودات حقيقية ومخلصة لتخفيف هذه الأزمة يعني عشان كده بسأل حضرتك إيه تاني من الإجراءات غير تبسيط أو مش تبسيط تحديد الأولويات في مسألة الاستيراد وإعطاء النقد الأجنبي للمصنعين مصريين إيه تاني مفروض يحصل للتجاوب مع الأزمة العالمية الاقتصادية وتخفيف حدتها على المواطن المصري يعني رئيس الوزراء دايما بيتكلم عن أنه فيه اجتماعات مستمرة لده يعني بالتأكيد الحكومة يعني يعني الأمانة تقتضي ذلك يعني دولة تستشعر أنها عندها يعني نوع من يعني التأزم النزبي كده في موقف النقد الأجنبي لا بحقيقة إنت عارف زي ده يكاد يكون زي انخفاض منصوب النيل الدولة فعلا بتبقى في حالة استنفار وإحنا كنا شايفين ده هو كان الخلاف حول أي السبل وأي المناهج نعمل عليه فلا خلاف عنه أنه يعني بتكلفات ومتابعة من الرئيس مباشرة وبجهود واستشعار من الحكومة والمسؤولين أنه في مشكلة يجب أن يكونوا مستعدين لها طول الوقت أنا في اعتقادي يعني إذا جاز أنه يبقى فيه إجراء يحقق سرعة شديدة في أنه الناس تستريح ويبقى فيه قدر من التجاوب الأكبر مع السياسات الإقصادية حتى لو كان فيها جانب تقشفي هو أنه ننجز بأسرع ما يمكن عملية تحول رقمي حقيقية لأنه لنا شايفه وآخرين شايفينه ويا رب أكون غلطان أنه هذه المسألة فيها شكلية كبيرة جدا في عدد كبير من واساسات وبالتبت تكلف الناس في اللوز دون أن تقدم لهم خدمة إضافية بل بالعكس كالراهيتهم يمكن فيما هو إلكتروني ورقمي وهكذا الحكاية دي طبعا مش بس هتسهل على المستثمين ورجال الأعمال وكذا وده طبعا مطلوب عشان لكن أيضا جزء كبير جدا من المعاناة الناس في مصر هو مع البيوكواتية المصرية ولو ترك المصريين العاديين المساحة أوسع من الحركة والتبسيط والتيسير أنا مثلا بدي مثلا يعني ليه ما يبقاش في عربة فعلا متجولة للترخيص في الحواري وتشوء هي اللي تسأل الناس أنت إيه مشكلتك حتى دون أن يشكل لأنني عايز أخلي كل مصر تشتغل المصريين قادرين على أبسط الناس في مصر قادرة على توليد مواهد حرفية كده ملا شي لو ما لروش بقى بلدية بتطريدهم وحد إيه وساعة أمين شرطة ينغص عليه ويمسك وشيء يعني دي خطوة مهمة جدا للغاية عشان نكتازل المرحلة الاقتصادية الصعبة وأيضا تمكن من انطلاق حقيقي لأن المجتمع كله يبقى بيشتغل يعني صحيح وكمان نتساعدنا في الهم اللي اسمه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر اللي مش لقيا لها مش لقيا لها قب شرعي ما بين إن البنوك هي اللي بتجيب الدراسة أو تقول له هالدراسة يعني واحد قابلني مثلا قال لي موضوع الاستثمار المستريح بتاع أسوان اللي اللي خد ملايين كتيرة هو الراجل فكر إن الناس بتستثمر في المواشي فبيعملوا ايه وقال لك بيجيبوا المواشي بتاعت قريبهم عشان بس مندوب البنك ييجي بوص عليها ولا فيه مشروع ولا فيه بتاعه طبعا التعصر في السداد يكون هو المتوقع الكبير يعني بشكرك جدا يا فاند مشرفتنا جزيل الشكر لسيادة مستشار وزير المالية الأسبق الخبير الاقتصادي الكبير الأستاذ مصباح قد وشكرا جزيلا لحضراتكم نلتقي غدا بإذن الله في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج مساء الخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر